السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وآسف جدا أني ما تفرقت الموضوع الدجاج موضوع الدجاج يا أخوان تربية الدواجن موضوع دقيق جدا ويحتاج إلى جمع معلومات كثيرة جدا وأنا والله مشغول أسأل من بآيات الله أني مشغول كثير من المتابعين يعتبون علي حدي مشغول أنا إذا سويت موضوع ما بيأسوي يعني مجرد موضوع أبي اللي يشوفه يستفيد كما عودتكم في مواضيع النباتات في مواضيع حلقات الحمام فوق أكثر من حوالي خمسين حلقة في تربية الحمام ما شاء الله اللهم بارك اللي أواجههم واللي تواصلهم معاي الناس مستفيدة وهذا هو اللي حنا نبينا وصلى ودنا نفيد الناس الدجاج عملت لحلقة أنا عن موضوع علاج الدجاج للبيض إذا الدجاج أكل للبيض إيش هو العلاج ولله الحمد موضوع جيد وافات كثير من الناس للأمانة موضوع متعب يعني لخص أنتم تشوفونه عشر دقائق أو كذا لكن هو يتعبني يعني في جمع المعلومات وتلخيصها على أساس المعلومات موجودة عارفها وعندي وكذا لكن أني ما بيضي سوى تفيد وتتفلت فبعض المعلومات ما أقولها فالطوف المتابع الدواجن يا أخوان الدجاج أسباب التربية واحد للأكل اثنين أكل البيض ثلاثة تنظيف حول المنازل والحظائر وكذا يقتل العقارب يقتل الحشرات وكذا أربعة تسلية طيب الأغلب ما عنده لا مزرعة ولا حضيرة ولا شيء عنده في البيت اللي عنده مزرعة يربيه في المزرعة واللي عنده في المنزل يربيه في المنزل إيش تحتاج عدد الدجاج عشان تأكل بيض عشان تأكل بيض يومي أول شي تشوف أنت كم تحتاج بيضة باليوم خلنا نضرب مثل إذا كنت آئلة تحتاج إلى معدل ست بيضات باليوم ست بيضات معناتها الضعف يعني أنت تحتاج 12 دجاجة 12 دجاجة على أساس تأخذ يوميا 6 بيضات طيب ما هو كل الدجاج يبيض يوم وترك فيش تعمل ضاعف العدد تخليه 18 دجاجة يعني 6 6 6 على أساس تضمن 6 بيضات في اليوم طيب يحتاج الدجاج طبعا الدجاجة تبيض من غير ديك يعني لو أنت شريت 18 دجاجة ولم تضع معها ديك سوف تبيض ديك ما لأ أي علاقة في أن الدجاج يبيض الديك علاقة التلقيح تلقيح البيض هذا بيض ملقح بإذن الله أنا أحطه بالفقاسة والحمد لله بدأ هذا من التفقيس يعني وهذاك مكسر بيض أشوفهم عام الفتحة يحتاج الدجاج الدجاج البلدي الدجاج البلدي وليس الدجاج الزينة دجاج الزينة لا تشتري إذا كنتم مبتدئ نهائيا يشتري الدجاج البلدي أو بما يسمى يسمى عندنا بالخليج أو الكويت يسمى فيومي هذا أحسن شيء وفيه بالكويت عندنا الدجاج البلدي العادي بس أفضل شيء هو الفيومي اللي يسمونه الفيومي هذا أفضل شيء الفيومي طبعا أصلا ما هو فيومي الفيومي بلجيكي لكن المصريين استوردوه وربوا عندهم سلالة ناجحة ونجحوا بتربيته المصريين ومن مصر انطلق انتشر في الدول العربية فأول ما كثروا هذا في الفيوم فسموه دجاج فيومي ولا زلنا نسميه دجاج فيوم الدجاج فيومي الدجاج الفيومي مستأنه بياض كثير البيض انتاجه للبيض لكن ما يرقد على البيض قليل نادر جدا فأنت تقوم تاخذ أما فيومي أو الدجاج البلدي الدجاج البلدي أغلبه يرقد على البيض فالديج يحتاج من ست من أربع إلى ست دجاجات حتى تتم عملية التلقيح بنجاح والأفضل معدل خمس دجاجات لكل ديك حتى تنتج فراخ أما إذا ما تبي تنتج فراخ وما وضع الديك ما في مشكلة الفيديو هذا معلومات عامة ما هو علمية دقيقة معلومات عامة جمع لكم الأفكار شوي شوي طيب انت وضعت ست خمس دجاجات وديك وتبي توفر في الأكل يعني ما تبي كل يوم تشتري أكل عندك بقايا لأطعمة بقايا لأطعمة جيدة ممتازة لكن تنتبه من الأمراض بعض الأطعمة تسبب أمراض للدواجل لكن بشكل عام بقايا الخبز بقايا الرز بشرط ما يكون متخمر ما يكون متخمر ما يعفن يكون من أول ما تاكل تخلص على طول تضع للدجاج بالنسبة للعلاق الجاهزة أو الأعلاف الجاهزة الأعلاف الجاهزة هذه شركات تصنع الأعلاف كبس عن طريق كبس يعملونها مثل الحبوب تمام يا أخوان فيسمونه علف لاحم في نوع علف لاحم اللي هو نسبة البروتين فيه عالية هذا للصيصان وفي نوع اسمه علف بيض هذا في نسبة الكلس عالية لمساعدة الدواجل على إنتاج البيض هذا بالنسبة للأعلاف اللي تبيح الشركات وين الاختلاف في الأعلاف الاختلاف في الأعلاف أنه في شركات مستوها هابط جدا فتقوم تشتري الأعلاف هذه من دول من بره تكون أعلاف تالفة أعلاف تالفة مثلا فول الصوية ذرة قديمة في المخازن في دولة معينة قديمة جدا وفيها دود وكذا فالشركات تشتريها بسعر رخيص جدا وتكبس وتبيع أفضل الأعلاف هي الأوروبية أفضل الأعلاف الأوروبية وفي بعض الشركات الخليجية ممتازة جدا بس أنت تكون تعرف بالتجربة تشوف مع التجربة تعرف أن العلف هذا زين أو لا أو تسأل أصدقائك تمام يا أخوان هذا بالنسبة للأعلاف المصنعة طيب نأتي إلى موضوع كلمة أورغانيك لون البيض ما لا علاقة في هل هذا أورغانيك أو لا يعني أنت تشوف بيض أحمر في السوق تعتقد أن هذا أورغانيك أحمر يعني نفس هذه حمرة والأبيض لا ما هو أورغانيك قشرة البيض ما لا علاقة في البيض إذا كانت أورغانيك أو لا وإذا كان مربى في مزرعة بلدي عند أحد أصدقائك ويعطيه رز ويعطيه خبز يعني خبز ورغيف إيش وخضروات البقايا الطعام هذا ما هو معناته أنه أورغانيك ولا اللي في شركات البيض معناته أنه أورغانيك لا الأورغانيك هذا أكبر مما تتصورون الأورغانيك لازم يكون العلف الغذاء الذي تغذى عليه الدجاج لازم يكون الغذاء أورغانيك والغذاء الأورغانيك أنا شرحت قبل عن موضوع الأورغانيك لكن أكرر بطريقة سريعة الأورغانيك مثلا خلنا نقول ذرة الدجاج يأكل ذرة الذرة هذه زرعت في أرض لم تستخدم فيها أي أسمدة كيميائية بذورها عندما زرعوها بذور أصيلة لم تتعرض لا إلى تهجين أو الأم التي أنتجت البذور لم تتعرض إلى أسمدة كيميائية أرض بكر ماء نظيف طبيعي أسمدة طبيعية الأسمدة نفسها ماخذية من الأبقار الأبقار لم تتغذى على أعلاف كيميائية أعلاف استخدمت فيها العناصر الكيميائية فإذن إيه دائرة كاملة حتى تصل إلى الدجاجة الذرة فهنا نقول أن هذا بيض أورغانيك الأورغانيك اللي هو يكون طبيعي مئة في المئة جميع البيض اللي ناكله يغذى على العلاف طبيعية في الشركات كل طبيعي العلاف لكن ما هو الأورغانيك وإن شاء الله لنا حلقات قادمة رح نشرح فيها كثير من المواضيع لأن موضوع الدجاج طويل جدا 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 وآسف عليه طالة يا أخوان ترجمة نانسي قنقر